السلام عليكم شيرين عبدالوهاب تعلن فسخ تعاقدها مع روتانا أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببياناً صحفياً أكدت من خلاله فسخ تعاقدها مع شركة روتانا وأنها قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول للدفع بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية بحلفلك عن طريق شركة أخرى وفقاً لبيان شيرين لم يعد لدت شركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه الفنانة مع أي جهة انتاجية أخرى أو السج باسمها في أي قضايا أخرى أو إبلاغ الجهات الانتاجية بأنها تعاقدها مع روتانا ما زال سارياً وهو أمر عار تماماً من الصحة وأكد المستشار ياسر قنتوش المتحدث الرسمي باسم شيرين عبدالوهاب ومحاميها الخاص أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الأمر حيث ينص على إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلاً لا قدر الله يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون ادنى مسؤولية عليه قبل الطرف الآخر وأضاف قنتوش أن البند التاسع أيضاً ينص على حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية يسدد الطرف المخل للطرف الآخر ملغاً وقدره خمس مليون جنيهاً كالتزام بدلي وأوضح قنتوش أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير عام 2022 وأن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد الأمر الذي ينهي أي قضية أو دعوة قضائية من جهة روتانا ضد موكلته ومن ثم لا أثر ولا على المحكمة أن تلتفت له لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر